اشتركوا في القناة القوي هو الذي يستعمل قوة الحق لحق القوة كتير من الكتاب والفلسفة والعظماء في التاريخ اتكلموا عن القوة وتكلموا عن الحق وكتير من الشعراء كتبوا عن القوة ومفهوم القوة اللي الإنسان بيعيشها في الأرض لكن عندنا في الكتاب المقدس ورب المجد يسوع المسيح اتكلم عن مفهوم القوة ومفهوم الحق اللي هو مختلف خالص عن مفهوم العالم عن مفهوم العالم رب المجد يسوع المسيح كان قوي جدا كان قوي في الحق كان قوي في الشجاعة كان قوي في كلماته كان قوي في ردوده حتى ان طبعا كتير من الكتاب والفلسيون يقول الكتاب المقدس زي ما جيه عنه في إنجيل معلمنا متة 22-15 حينئذ ذهب الفلسيون وتشاوروا لكي يصطدوه بكلمة ليه يصطدوه بكلمة عشان عاوزين يمسكوا حاجة يلاقوا فيها خطأ عاوزين يصطدوا عبارة غلط قالها يا إما في موسى يا إما في الشريعة يا إما في الأنبياء أو قالها على الأمبراطور أو على الولي عشان يمسكوا ويلاء مبرر إنه هو يحاكم أو إنه هم يموتون رب المجد يسوع المسيح قوته الواضحة جدا في الحق لأنه هو قال على نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة وعاوز يعلمنا إحنا كأولاد له إزاي إن الإنسان يعيش في الحق ما يعيش في القوة الأرضية بمعنى إيه حكتين الإنسان ممكن يعيش بيهم وممكن يواجه بيهم مشاكل أو يواجه بيهم شرم أو يواجه بيهم مصاعب الحاجة الأولى القوة والقوة دي يفتح قوس ممكن تلاقي بقى قوة سلاح قوة تدمير قوة خراب قوة تعصب كل دي قوة يعني تميل أكتر للعالم والشيطان أكتر من ربنا يسوع المسيح أما القوة التانية اللي المسيح عاوزنا يتمسك بيها هي قوة الحق قوة الحق عشان كده يقول لك الإنسان الحقاني هو إنسان ما بيخافش الإنسان الحقاني هو إنسان قوي طب إيش جاب قوة وهو تلاقيه ممكن نعيف جدا وتلاقيه ضعيف ولا حتى يقدر يهز أي حاجة قدامه ما القوة دي جايبها منين جايبها من الحق يعني الحق عنده قوة طبعا الحق مصدر القوة طبعا طبعا عشان كده تلاقيه قديس يحنى المعمدان كان ناسكا وكان نحيفا وكان ضعيفا وكان إنسان يعني لا يملك من القوة الجسدية شيء لا يملك من القوة الجسدية شيء عشان كده تلاقيه مثلا في بعض الأيقونات اللي بيرسموها ليحنى المعمدان ورب المجد يسوع بيظهر إن يحنى إنسان قوي كده هو ومليان وجسه مليان ما كانش كده يحنى ده كان ناسك وكان أكله ضعيف جدا وأكله بسيط جدا ما لقى قوة اللي أنت جايبها كانت قوة الحق قوة الحق لما وقف قدام هيرودس وقال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة لك لأنك أنت بتتكلم على باطل أنا النهاردة بقول لك في حق الحق اللي أنا بتمسك به هي القوة بتاعتي نهاردة يحنى المعمدان أيقونة الحق أيقونة الشجاعة أيقونة القوة اللي نفهمنها كأولاد لله إزاي الإنسان يكون بهذه القوة رب المجد يسوع المسيح عايز يوضح حاجة تانية لحظه في الحديث مع بلاطس وهو بتكلم مع بلاطس هو بتكلم معه على أساس أنت جاي منين هم مسكينك ليه هم بيحكموك ليه أنا مش شايف في حاجة غلط مش شايف غلط فرح سأله سأل بلاطس المسيح والمسيح قال له عن الحق فقال له ما هو الحق بلاطس بيستغرب قال له هو ما الحق والمسيح لسه يجاوب بلاطس سابه ومشى الحق هو الله الحق هو القوة السماوية اللي بيعيش بها الإنسان الإنسان الروحاني التلاميذ تلاميذ المسيح والأباء الرسل والأباء القدسين والشهداء كان عندهم القوة دي كان عندهم قوة الحق طب ليه ما خفتوش ليه ما وقفتوش قدام السلاطين وانتم مرتاجفين وخايفين كان عندهم الحق ايه هو الحق ان المسيح يسوع المسيح هو ابن الله الظهر في الجسد هو اللي بنبشر بيه هو اللي بننتصر بيه هو اللي هننكرز بيه واحنا ما بنخافش من اي حد في يوم لمه كل الأباء الرسل وحطهم في السجن ايه السبب ايه كانت التهمة التهمة ان انه كنتوا بتجاروا بتتكلموا عن اسم يسوع تاني احنا قلنا لكم ما تجيبوه السرط احنا قلنا لكم ما تقولوش اسمه لكن هم بقوة الحق دخلوا السجن مبتسمين ومنتصرين وقالوا ليس هناك اسم تحت السماء به ينبغي ان نقلص الا اسم يسوع المسيح القديس بطرس في يوم الابض على المسيح راح اليوم دوت وكان مندفع جدا وكان رجل شجاع يعني ولكن المسيح خط الشجاعة بتاعته جوا برواز وقال له امشي بالحكاية دية لانه ما تناسبنيش لما قابضوا عن المسيح بطرس استل السيف بتاعه وضرب به ايه اه ودن اه ازن اه ملخص اللي هو العبد بتاع رئيس الكانها هل المسيح شجعه هل المسيح سقف له قال له لا مش عاوز القوة دية انا انا مش عاوز السيف انا مش عاوز السيف السيف ده يمشو بيه اقل العالم انا عاوزك تكون قوي في الحق قوي في الشجاعة قوي في الايمان لا قوي في السيف اللي مالوش عازه لانه هيجي في يوم الايام والسيف وهو ايه يصدي وما يكونش لقيمة عشان كده قال له المسيح انت بتزن ايه قال له بتزن اتزن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكتر من اثنين عشرة جيشا من الملائكة انت بتزن ان انا ما قدرش اجيب يعني اتناشر جيش من الملائكة يحربوا عني دي جات في متة ستة عشرين اتنين وخمسين ما انا قبل كده حربت ما انا قبل كده وقفت قدام عمليك ما انا قبل كده وقفت قدام الجبابرة في العهد القديم وقفت ازاي انا ما يلزمني اسفك ولا قوتك البشرية انا يلزمني يكون عندك الحق الحق يعني الله انك تكون مع الله ويكون الله جواك ويكون الله معاك عشان كده الحق يا حبائي دي فاضيلة حلوة من فضايل المسحيين المسيحي الحقيقي هو المسيحي المتمسك بالحق المسيحي الحقيقي هو المسيحي المتمسك بالحق كتير من الناس عشان بس فلان ما يزعلش اقول شهادة زور عشان بس الناس ما تاخدش على خاطرها مني اها جميلها ابونا اولاي حاجة وخلص اولاي حاجة وخلص هو بس عشان ما يبقاش منظري شاز ومنظري قدام الناس ان انا يعني اشمعنا انا المختلف عنهم فانا بجريهم بجريهم في باطل بجريهم في خطية بجريهم في مشورة فزدة بجريهم في مؤامرات يعني خبيثة ما يصحش انا كمسيح عاملة عشان كده دوت ما يصلحش مع المسيح الانسان المسيحي هو انسان حقاني حقاني وعلى فكرة الحقاني زي ما قلنا في منطقة القوة الانسان الحقاني هو اللي بيستعمل الحق هو اقوى انسان في العالم اقوى انسان في العالم نفتكر مرة ان الحكاية دي حصلت قبل نياحة البابا شنودة بكم سنة حد كده طلع قانون في المحكمة وطلع يعني قرار او قانون بيشي بقانون ان على الكنيسة الكنيسة ملزمة انها تعمل يزيجة تانية لو احنا كمحكمة في البلد طلقنا انت من حقك تجوز يروح يتجوز تاني في الكنيسة شاف دي جابوها منين وقف البابا شنودة هننساش الحكاية دي اتعانه في عزة يوم الاربعاء ورد منطق القوة والحكاية دي مخلفة للكتاب المقدس ازاي تلزمني ان انا جوز حد تاني من غير ما الكنيسة تقول كلمتها او الكتاب المقدس وقال عبرته المشهورة جدا لا يمكن ابدا ان انا حد حد يرغمني او يخليني اخالف تعاليم الكتاب المقدس تجيبتي ده منين الحق الحق فعاش بالحق وبقوة الحق ولم يمسك سلاحا ولا عصى ولا مسدس ولا سكين ولا اي شيء عشت ازاي بالقوة دي ايها القديس البابا شنودة التالت عاش بالحق اللي كان متمسك بيه واللي ظهر في مواقفه الكتير وحياته اللي احنا شفناه عشان كده عاوز نقول لكم النهاردة ان الدعفاء الدعفاء فقط هم الذين تأتيهم فرصة حق القوة ويستعملونها حتى لو غابت عنهم قوة الحق الدعفاء هم اللي بيستعملوا حق القوة ان ياخد القوة وياخد الحق بايده وبقوته وبدراعه وبتغيب عنهم قوة الحق قوة الحق عشان كده يا حبائي خلينا دايما مسحيين حقيقيين لربنا يسوع المسيح وأفكركم تاني بالعبارة بتاعة النهاردة اللي نقول فيها القوي القوي هو الذي يستعمل قوة الحق لحق القوة لحق القوة ولانا المجد الدائم أبديا أمين اشتركوا في القناة